واحد بيسأل سؤال بيقول انا عارف ان الكلمة هي اللي تجسدت لا هو الكلمة هو او اقنوم الابن ليه مثلا القاب هو اللي تجسد او الروح القدس ومش احنا المفروض ما نفرقش بين الاقانيم وهل الروح القدس لما نزل في هيئة حمامة ليه حمامة بالذات وليه الروح القدس ظهر في هيئة حمامة اصلا ليه مثلا مش الاب هو اللي ظهر ولما طلع صوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيبة الذي به سررت هو ده صوت الاب ولا ايه وهل لهوت المسيح هو السلاسة اقنيم ولا اقنوم الابن بس ما عرفش ليه بعد ما شرحت كتير ايه هو السلوس الاقدس وشرحته عليك انت يعني انا ما جبتش مثل من برك لان انت صورة من الله نعمة للانسان على صورتنا كشبهنا انت لك ذات لك وجود ذات يعني اصل وانت فيك عقل وانت فيك روح هل ذاتك هي عقلك تقول لي لا طب وهل عقلك هو روحك تقول لي لا وهل انت ثلاثة تقول لا انا واحد في ثلاثة مش واحد زائد واحد زائد واحد لا واحد في واحد في واحد بيسوي ايه بيسوي واحد زي ما المسيح يسوع قال انا في القاب والقاب فيه لما انت بتاخد قرار بتقول انا خدت القرار ده بذاتي انا نفس اللي خدت القرار تيجي تقول لي طب ليه ما خدش القرار عقلك طب ليه ما خدش القرار روحك لا لأن الذات هي اللي بتصدر القرار بس بشركة مع عقلك ومع روحك لما تحل المسألة وأقولك إيه المسألة دي تحلت كواستو ما تقوليش أنا حلتها بذاتي تقول أنا عقل اللي حل فكري هو اللي حل لأن العقل عمله التفكير وأخذ القرار لما بتحبه واحد هل بتقوله ذاتي حبته والعقل حبه ولا بتقول روحي فيه هل الروح فيه من غير الذات ومن غير العقل لا الله عشان تبقى عارف خلق العالم بذاته بالاشتراك مع العقل ومع الروح يعني الآب خلق العالم بالابن بالروح القدس الابن هو اللي فد العالم بالآب بالروح القدس الروح القدس هو اللي بيأخذ من خلاص الابن ويدينا بالآب وبالابن يبقى دي الشركة السلسية لكن انت بتفرق بينهم بطريقة ان تخلع يعني هل ذاتك هي تطلع من روحك وتطلع من عقلك وتعمل كذا لا سر التجسد مين اللي خلق العالم القاب أصدر قرار قال الله ليكن نور يبقى الذات خدت القرار طب مين اللي نفذ القرار العقل خلق الله النور العقل اللي هو المسيح اللوجوس به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان رأى الله روح ربنا بقى بصت على العمل وخدت القرار حلوة ولا وحش رأى الله ان النور حسن الروح رأى الرؤية وشاف النور حسن فهنا لما نقول قال الله عمل الله رأى الله ده اشتراك لكن الخلقة تنسب للذات وان كان قام بها الابن والروح القدس والفداء ينسب للعقل وان كان مشترك بها الاب والروح القدس لان ما تنساش ان الاب قد سرق ان يسحقه بالحسن فهنا لما بتجي تقول اقنم الابن ليه مثلا الاب هو اللي ما تجسدش والروح القدس لان عمل الفداء لازم يقوم به العقل اللي قام بعملية الخلقة هو اللي هيقوم بعملية الفداء به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء من مكان زي ما تكون مثلا انا عملت لوحة اللي فكر واللي خطط ذاتي رأت وعقل بتدي ينفذ بس اللوحة تشوهت اصلحها بيه بذاتي ولا بنفس العقل اللي رسم اصلحها فاقنم الاب هو اللي قام بعملية الفداء لما تيجي تقول ليه الروح القدس نزل على المسيح يسوح في هيئة حمامة اقولك اه نرجع لنوح نوح لما العالم كله فسد اه ارسل الغراب عشان يشوف الغضب وقف ولا لا المية وقفت ولا لا اتفق هو وبلاده النرسل طائر ما يكونش يعرف يعوم ليه لان عشان لما ما يلاقش حتة يستقر عليها جناحته وتتعب ويرجع لي تاني اعرف ان المية لسه مالية كل العالم طلع الغراب ما رجعش يبصوا من التقى يلاقوا المية مالية الدنيا كلها ايه اللي ما رجعش الغراب ابتدوا يفتكروا اه ده الغراب يحب النتانة والعفن والجسس عايمة على وش المية كل اللي غرقوا في الطوفان في الطوفان الوف عايمين على وش المية فالغراب يقف عالجسة يأكل منها ويشرب مية يحب العفن ويشرب المية يرجع له ليه فقعدوا يفكروا طب نعمل ايه تاني قال نبعى الطائر ما يكونش برضو يعرف يعوم وما بيحبش العفن ولا النتانة قال ما فيش اكتر من الحمامة الحمامة ما بتحبش العفن ولا النتانة خالص وأنا طفل صغير أم كانت تربح حمام في قوضة كاملة لما كانت تدخل وترمي الأمح للحمام كنت تعد أتفرج عليه وهو بيلقط الأمح فيفضل يلقط الأمح ويسيب 3-4 حبات خمسة ما يكلهمش أروح أبص ألاقي فيهم حت الطين اتساخات الحمام ما يكلش أي حاجة مش نظيفة ما يشربش مية عكرة لازم يشرب مية نظيفة فالحمام بيسموه طاهر ليه بيسموه الحمام طاهر لأنه بيحب الحاجات النظيفة ويشرب المية النظيفة فالحمامة لما طلعت ورجعت لنوح بسرعة لأنه ما تقدرش توقف على بنا آدم كلهم معفنين عايمين على وش المية أي نعم الحمامة بتتكلمش لكن أنا خليها تكلمك أنت دلوقت أنت تسألها بدا النوح إيه اللي رجعك تقولك ليه ملقتش مكان أستقر عليه مفيش ولا بنا آدم برا قالت له فيه ألاف البنا آدمين بس مفيش ولا واحد منهم مش معفن عشان أستقر عليه عشان كده الحمامة كاية كأنها بتقول لنوح إن اللي برا كلهم زاغوا وفسدوا وأعواصهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد فالروح القدس ما يقدرش يستقر على إنسان فاسد لما جه الذي بلا فساد ونزل في نهر الأردن الروح القدس ظهر لنا في هيئة حمامة واستقر عليه قال هو ده اللي ما فيهش فساد اللي أقدر أستقر عليه عشان كده الروح القدس ظهر في هيئة حمامة لما نيجي نقول صوت الآب لأن أيوب قال عن الله آب وابنه روح قدس السماء ليست طهرة أمامه وإلى ملائكته ينسب حماقة ويكمل ويلفة كم وكم بسكان الطين اللي هم إحنا طب أمال إيه اللي يرضيك يا رب فالآب نادى من السماء وقال ده بس اللي يرضيني هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت والمسيح يسوع يقلخذوني أمنوا بي كلوا جسدي اشربوا دمي عيشوا حياتي البسوا الرب يسوع قولوا أحيا لأنا بل المسيح يحيا فيا ترجمة نانسي قنقر